وننتقل الآن إلى شأن آخر تقدم وتفاهمات إيجابية في محادثات الغردقة التي تجرى بين وفود أمنية وعسكرية ليبية من الطرفين الجيش الوطني الليبي بالشرق وحكومة الوفاق بالغرب وفي انتظار ختام اجتماعات اليوم وما سيتمخض عنها المزيد من المتابعة والتفاصيل تنضم إلينا مباشرة من الغردقة مرسلة أكترا نيوز سرية ياسين سري أهلا بك معنا في هذه الجولة كيف من الممكن أن تصفي لنا ما تم التوصل إليه وأيضا ما يمكن أن توضحي من أجندة على مدار الفترة الماضية نعم إيمان شكرا جزيلا لزالت الاجتماعات الوفود الأمنية والعسكرية شخصيات من هذه الوفود من الشرق والغرب الليبي لازالت مجتمعة منذ يوم أمس هنا في الغردقة في واحدة من غرف الاجتماعات المجانبة لهذه الغرفة التي أتواجد فيها حاليا ما علمناه اليوم أن هذه الاجتماعات التي كان من المفترض أن تنتهي وتستمر حتى يوم غد ستنتهي اليوم مما يؤكد على وجود تقدم والتفاهمات من اليوم الأول أو من بداية يوم أمس في هذه الاجتماعات منذ بداية اليوم ومع بداية جلوس الطرفان على طاولة حوار واحدة وأمر مهم جدا لأول مرة منذ سنوات طويلة يجلس هذين الطرفين الذين يعني منذ عدة سنوات كانوا يتحربون وبينهم وبين بعضهم شهداء الرسون على طاولة حوار واحدة وأمر مهم جدا يحسب لجهود مصر في إقناع هذه الأطراف للجلوس سويا لحل الأزمة الليبية والوصول إلى تفاهمات لازالت هذه الاجتماعات مستمرة يوم أمس بدأت هذه الاجتماعات بترحيب من الطرفين هنأت الأطراف بعض بتواجدها سويا منذ بداية اليوم معنى جلوسهم على طاولة واحدة أن هناك تفاهم وتقدم في حلول للأزمة الليبية يعني طبعا بعد الجلسة الاتتاحية يوم أمس التي بدأت بلقاء مع ممثلة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفني ويليانز استكملت الاجتماعات يوم أمس واستمرت حتى اليوم وهي مستمرة حتى الآن وخرجت ببعض الاتفاقات التي علمنا عنها منذ قليل طبعا هذا الاجتماع الذي ترعاه الأمم المتحدة برعاية من الأمم المتحدة وما دائما تؤكد عليه مصر أن تتم هذه المفاوضات وهذه الاجتماعات وحل الأزمة الليبية حل الأزمة السياسية في ليبيا يعني يتم دائما برعاية من الأمم المتحدة تم الوصول لعدد من الاتفاقات التي نعلن عن عدد منها قبل خروج البيان الختامي الذي ننتظره بعد قليل أو ربما حتى نهاية اليوم نازلنا طبعا في الانتظار من أبرز وأهم هذه الاتفاقات هو الاتفاق على أن تكون هناك سرعة في اجتماعات أو سرعة في عقد اجتماعات خمسة زائد خمسة وهي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة هي اللجنة المنبثقة عن مؤتمر برلين وتهتم ببحث الأمور الأمنية والعسكرية والوصول لقوة عسكرية مشتركة في ليبيا تم الاتفاق على أن تعقد هذه اللجنة بأسرع وقت لم يتم الاتفاق حتى الآن أين ستعقد ومتى لكن هناك اهتمام كبير بأن تعقد بسرعة للخروج بنتائج هامة بعد الخروج طبعا بنتائج هذا أو بناء على توصيات هذا اللقاء وهذه الاجتماعات الأمر الآخر وأيضا نقطة هامة جدا وتقدم كبير جدا في المفاوضات اليوم هو الاتفاق على وجود آلية لتأمين المنشآت النفطية حتى الآن هذه الآلية ستكون من أبرز بنودها أن تؤمن المنشآت النفطية قوات ليبية نظامية ليست من الميليشيات ليست قوات خارجية وإنما قوات ليبية نفطية معنى هذا أن هناك سيكون توحيد للمؤسسة العسكرية وتوحيد للقوى العسكرية الغربية والشرقية وهي نقطة مهمة جدا في تقدم المفاوضات في ليبيا الأمر الآخر أيضا تم الاتفاق على آلية للترتيبات الأمنية بشأن الحكومة التي من المفترض أن يكون مقرها الجديد في سرط الحكومة الجديدة طبعا بعد التوافق عليها تم الاتفاق على عدد من الترتيبات لتأمين هذه الحكومة وسيتم الانتهاء أيضا من هذه الترتيبات الأمنية وتفاصيلها والأمور الفنية في لجنة خمسة زائد خمسة عند انعقاد هذه اللجنة طبعا التي ننتظر انعقادها قريبا واستكمال المفاوضات فيها الأمر أيضا الآخر هو الترتيبات أيضا لبناء الثقة واستكمال بناء الثقة بين الطرفين هو أمر مهم جدا تخفيض حدة التصعيد فيما يخص الإعلام تحديدا بين الطرفين الإفراج عن محتجزين بين الطرفين من الشرق الليبي ومن الغرب الليبي وهو أمر شاهدنا أيضا أو علمنا عنه في الجلسة الافتتاحية ترحم الطرفين على الشهداء والضحايا من الشرق ومن الغرب الليبي وهو أيضا أمر آخر مهم جدا وأيضا الالتزام بوقف إطلاق النار والتأكيد على وقف إطلاق النار لبداية حل سياسي وطبعا حل عسكري في البداية وبالتالي حل سياسي للأزمة الليبية الأمم المتحدة كانت يعني ليل أمس أخرجت بيان أو خرجت لنا ببيان تحدثت فيه عن إيجابية هذه الاجتماعات إيجابية الأطراف المشاركة في هذه الاجتماعات ووجود تفاهمات ما بين كافة الأطراف وأيضا شكرت مصر على مجهوداتها في إقناع الأطراف في تيسير هذه الاجتماعات للإنعقاد طبعا هنا في مصر واستكمال هذه الاجتماعات بنجاح وأمر كان واضح وكانت هناك مؤشرات على نجاح هذه الاجتماعات منذ بداية الاجتماعات التحضيرية التي بدأت الأول من أمس وأيضا كان هناك نفي عن الأخبار التي ترددت بخصوص الأخبار الصحفية طبعا التي ترددت بخصوص توزيع المناصب العسكرية بحسب الأقاليم الليبية تم نفي هذا تماما لم تجري أي اتفاقات في الاجتماعات هنا في الغردقة بخصوص توزيع أي مناصب عسكرية هذا متروك تماما للجنة 5 زائد 5 والتي طبعا يعين فيها وتم تعين فيها خمسة شخصيات عسكرية وأمنية من الشرق الليبي من الجيش الليبي الوطني وخمسة شخصيات من حكومة الوفاق طبعا من الغرب الليبي لازلت سرية الاجتماعات هي أيضا أمر مهم جدا باقي المعلومات سنعرف عنها من البيان الختامي سرية الاجتماعات كانت منذ الاجتماعات التحضيرية أمر كان مهم جدا لإنجاح هذه المفاوضات لعدم تعرض الأطراف الموجودة كلها لأي ضغوط من الخارج أو من أي ضغوط يمكن أن تؤدي لفشل هذه المفاوضات وتستمر هذه الاجتماعات حتى يكون هناك بيان ربما ختامي من الأمم المتحدة عن ما تم الاتفاق عليه حتى الآن وبالتالي ترفع التوصيات وترفع أو يرفع ما تم الاتفاق عليه للجنة 5 زائد 5 لجنة الوطنية الليبية العسكرية والمنبثقة عن مؤتمر برلين برعاية طبعا الأمم المتحدة التي اقترحتها الأمم المتحدة ليتم إقرار هذه التوصيات ويتم إقرار ما تم الاتفاق عليه ننتظر البيان الختامي حتى الآن ومرة أخرى عود إليك إيمان في الستوديو شكرا جزيلا لك ساريا ياسين مرسلة أكستر نيوز على كل هذه التفاصيل بالتأكيد سنتابع معك أيضا البيان الختامي وما سيتمقض عنه شكرا مرة أخرى